وإكسبو 20-20 دبي وعلى مدار أيام تنظيمه شهد العديد من الفعاليات الأسبوعية ضمن السلسلة السابع الموضوعات العشر التي تم تنظيمها خلال فترة عقاد الحدث الدولي والهدفة إلى زيادة الوعي بقضايا عالمية وأخرى وآخرها أسبوع المياه تقرير هاني باورد بمشاركة صناع التغيير صدف إكسبو 20-20 دبي فعاليات أسبوع المياه والتي حاولت استكشاف الطرق المسلى لحماية الموارد الطبيعية المائية فالعنوان العريض لهذا الأسبوع هو ضمان استدامة المياه على كوكب الأرض اليوم يفتقد واحد من بين كل ثلاثة أشخاص من البشر لمياه الشرب الآمنة وفقا لتقرير الأمم المتحدة في اليوم العالمي للمياه التقرير تحدث عن مخاوف حقيقية حول ندرة المياه في الكثير من مناطق العالم وبحلول عام 2040 قد يزداد الطلب العالمي على المياه بأكثر من 50% ما يضع ضغطا إضافيا على هذا الموارد الحيوي أمام هذا الواقع وفي سبيل تحقيق الأمن المائي أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات أربع مبادرات وطنية تعنى باستدامة الموارد المائية والحفاظ على المياه الجوفية وإنشاء السدود والمنشآت المائية فالإمارات تنبهت مبكرا إلى تقرير الأمم المتحدة التي تتوقع انخفاض مخزون المياه على كوكب الأرض بشكل كبير ما قد يمنع أكثر من ملياري شخص في العالم من الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن هذه التقارير دفعت المجتمعين أيضا في نقاشات إسبوع المياه بإكسبوع 2020 دبي إلى تأكيدهم على ضرورة اتخاذ قطوات عاجلة وفاعلة لاستدامة الموارد المائية ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع المياه في العالم أجنحة الدول في المعرض الدولي شاركت أيضا بإسبوع المياه حيث ركزت على مسؤولية المجتمع الدولي عن إدارة المياه والحفاظ عليها بصورة أفضل في مواجهة تغير المناخ والتلوث وغير ذلك من التهديدات وكون الأمن المائي جزءا رئيسيا من منظومة التنمية العالمية تناولت النقاشات في إكسبوع أفضل الممارسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أثر أكبر حول الأمن المائي في العالم ترجمة نانسي قنقر